استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم عددا من الردود الحكومية منها رد مجلس الوزراء على الرغبة المبدأة من المجلس حول تخصيص أراضي الاستثمار يذهب ريعها لصيناة وإصلاح الأفلاج في سلطنة عمان ورد وزارة الاسكان والتخطيط العمراني بشأن طلبات المساعدات السكنية ورد وزارة العمل على طلب الإحاطة المقدم حول تطوير المسارات المهنية في قطاع الكهرباء إضافة إلى تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل القانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ترأس الاجتماع سعدت خالد بن هلال مع ولي رئيس مجلس الشورى